تحياتي وأهلا بيكم معي في حلقة جديدة من سلسلة هاجر لأمريكا النهاردة هنكمل كلامنا عن موضوع الهجرة العشوائية بتاع سنة 2024 وهنحاول نغطي أهم عشر أسئلة في أقل من عشر دقايق السؤال الأول معنا واللي بيتكرر باستمرار خصوصا من الناس اللي ما بتكسبش في اللوتري بيقول هل نظام الهجرة العشوائية نظام متخلف؟ ليه أمريكا ما بتعملش زي كندا وتعمل الهجرة بنظام النقاط يعني تجمع الشاهدات العلمية بتاعتك كل الكواليفيكيشنز سنك حالتك المادية عملك وخبرتك في الشغل ليه ما يكونش النظام كده؟ وللمفروض أن النتيجة المنطقية أنه حيرفع من جودة المهاجرين لبلد زي أمريكا وفي الحقيقة السؤال ده بيستفزيني جدا لأنه ما حدش بيسأله غير الناس اللي بتخسر في السحب مفيش أي حد بيكسب اللوتري بتاع الهجرة العشوائية ويجي يقول ليه نظام متخلف بالشكل ده ولكن أنا عارف ومقدر الإحباط اللي بيصيب بعض الناس وبيخليهم يوصلوا بإسنتاجاتهم لإسنتاج غير منطقي زي ده موضوع الهجرة العشوائية جماعة فرصة تانية بتديها أمريكا لكل الناس في جميع أنحاء العالم مع عدد دول معينة وتدي لهم الفرصة أن هما ييجوا يعني يحصلوا على حياة أفضل بكتير من الحياة اللي هما كانوا عايشينها بغض النظر عن كل الشهادات العلمية اللي ممكن يكونوا حصلوا عليها أو الطبقة الغنية اللي هما جايين منها دي فرصة تانية وأنا بالفعل هكون حزين وزعلان اليوم اللي تتلغي في الهجرة العشوائية لحسن الحظ أن هي لسه مكملة معنا ولكن قد يأتي وقت في المستقبل أمريكا تقرر أن هي تغير النظام ولكن ده هيكون يوم حزين لأن الفرق ما بين الشخص اللي بيحصل على شهادات علمية عالية الشخص الغني الشخص اللي عنده خبرة عملية كبيرة هو حظه مش أكتر من كده الفرق أن حد تولد فعيلة فقيرة فعيلة والده ووالدته ماهتموش بتعليمه ماهتموش نوعه يخش مدارس ويجيبوله دروس خصوصية وينجح ويجيب تقديرات عالية ويدخل أحسن الجامعات ويحصل على أعلى الشهادات ده حظه على قده أمريكا واللي أنا مقتنع لغاية دلوقتي أن هي أرض الأحلام بتدي للناس دول الفقرة الغلابة دول بتدي لهم فرصة تانية أن هما يجوا يشتغلوا بجد وملايين منهم جم وبازلوا مجهود كبير وأثبتوا لأمريكا وكل العالم أن هما مستحقين للفرصة دي وبيوصلوا للمناصب عالية جدا فأنا ما أتمناش أن الفرصة دي تتلغي وما تكونش موجودة في المستقبل علشان بس يبقى مستفيدين منها الناس المحظوظين اللي أهليهم صرفوا عليهم أو كانوا أغنية بما يكفي أن هما ياخدوا دروس ويحصلوا على الشهادات وخلافهم ولكن برضو أمريكا ما سابتش الناس المؤهلين دول الناس اللي عندهم النقط عملت لهم طرق مختلفة تقدر تهاجر بيها وتيجي على أمريكا عن طريق الاستثمار لو أنت من طبقة غنية ومعاك فلوس تقدر عن طريق فيزا ال-E2 أو فيزا الهجرة بتاعت ال-EB5 عن طريق العمل لو أنت عندك خبرة عملية قوية تقدر يعني فيز وطرق الهجرة عن طريق العمل كتيرة جدا أمريكا فتحها بالألاف بتوصل لفوق المئة ألف فرصة هجرة سنوية بناء على عقد عمل تقدر تجيبه وأنا اتكلمت طبعا في حلقات سابقة كمان عن طريق لم الشمل لو أنت مثلا هجرت بطريقة ما تقدر تجيبه والدك والدتك وبعد كده هم يقدروا يجيبه أخواتك أو حتى حد تجوز مثلا من أمريكاني أو واحد تجوز من أمريكانية يعني الفرص هي موجودة يعني أمريكا بتدي فرص كتيرة جدا غير اللوتري لو كان اللوتري هو الطريقة الوحيدة كنت حابقى متفق أن النظام مش مزبوط ولكن كل الطرق هي على الترابيزة أنت بتختار الطريقة المناسبة ليك واللوتري الهجرة العشوائية فرصة قيمة جدا لكل الناس المعدومين في كل أنحاء العالم علشان ييجوا يحققوا نفسهم ومن واقع خبرية العملية أن الناس دي أكتر ناس بتشتغل وأكتر ناس بتنجح في تجربة الهجرة بتاعتها السؤال الثاني هو إيه حكاية الفلتر اللي أنتك كلمت عنه في الحلقة بتاعت الصورة مفيش يا عم الكلام ده مفيش فلتر في النص على حاجة طالما الصورة اتقابلت يبقى كده تمام التمام وأنا داخل السحب وميت فوله 14 كل واحد يعمل اللي هو عايزه تمام أنا ما بخصبش على حد أن هو يسمع كلامي كله خد من كلامي اللي يعجبك واللي تشوفه مناسب لحالتك غير كده move on with your life قدم الصورة بتاعت السنة اللي فاتت اللي قابليها قدم صورة بالفوتوشاب قدم صورة مقاشة والسيستم حقابلها لكن أنا بقولك أنه فيه فلتر في النص وده واضح من كل الشروط كل المواصفات اللي وزارة الهجرة يعني مصرة ودقيقة ومباشرة جدا أن أنت هتبقى إن اللاجبو لو قدمت الصورة بتاعت السنة اللي فاتت لو عملت فوتوشاب طيب هم كان ممكن ببساطة جديدة لو أنت قدمت الصورة بتاعت السنة اللي فاتت كان ممكن يعمله السيستم أنه ما قبلهاش لأن الصورة دي جات لنا قبل كده لكن هم بيسيبوك تقدمها لكن تبقى disqualified بعد كده ممكن يعمله السيستم أن أي صورة يحصل لها upload ومعمول فيها فوتوشاب السيستم يرفضها على طول لكن السيستم بيقبل صور معمول فيها فوتوشاب أنا بقولك لو قدمت صورة مقاشة هتتقبل وهتاخد confirmation number هل ده معناه أنت هتخش السحب؟ أوعدك أنك مش هتخش السحب؟ النتيجة بتطلع في مايو السنة الجاية 2023 يعني بياخدوا من أكتوبر لمايو طب يعني لو كان مفيش فلتر هيحتاجه الوقت ده كله يعني لازم تم ما يقوله مثلا قدم في فبراير ونعمل اللوتري تمام؟ وتطلع النتيجة في مارس زي مثلا ما بيعملوا السحب أو اللوتري بتاع الـ H1B بتاع فيزا الـ H1B بتقدم في آخر أسبوع من شهر فبراير والنتيجة تطلع أول مارس يعني بيحتاجوا أسبوع عشان يعمل السحب يبقى إنت عايز تقول لي أنت بتقدم في أكتوبر والنتيجة بتطلع في مايو وما فيش حاجات بتحصل في النص؟ كل ده البيانات قاعدة عندهم كده بتشوي درة؟ أكيد لا أكيد فيه حاجات بتحصل ما بين أكتوبر ومايو ما علينا في النهاية كل واحد حر قدم إن شاء الله تقدم صورة الملك فؤاد وجود لك للجميع السؤال اللي بعد كده هل فيه داعي أن أنا قائلة أن أنا مثلا شخص بداء أو أن اسمي محمد أو أن أنا مثلا محجبة أو أنا مسلم أو خلافه هل فيه عنصرية في السحب ضد طبقة معينة أو نوع معين من الناس مفيش عنصرية في السحب أبدا طالما أنت استوفيت كل الشروط في التقديم قدمت بالمواصفات بالضبط اللي هما أيلنها هتدخل السحب بدون أي مشكلة وإنت وحظك وناس بتكسب يعني من جميع أطياف العالم الطيف واسع جدا آلاف المحمدات آلاف المحجبات آلاف الابداء ناس كتير بتقولي يعني أحلق دا زي ما أنت مفيش أي عنصرية ضد أي طائفة طالما أنت مستوفي الشروط معامل الأبليكيشن مزبوطة التمام التمام السؤال اللي بعد كده ما زال لغاية دلوقتي فيه ناس باتتساءل هل محتاج يكون معايا باسبور عشان أقدم فيه اللوتري بتاع 2024 ولا لا والإجابة هي لغاية النهاردة الشرط مالغي أنت مش محتاج يكون معاك باسبور علشان تقدم استمارة ولكن أنا بفضل وبنصح أن إحنا لسه معنا واحد إحنا في أول سبتمبر تقدر تطلع باسبور قبل ما تقدم ليه؟ لأنك حتمل البيانات بتاعت الاستمارة بالزبط من الباسبور يبقى أنت عندك مشكلة بعد كده لو تم اختيارك باسبور جاهز يا معلم تملى بقى DS260 بالزبط من الباسبور اللي معاك إنما لو أنت معاكش باسبور دلوقتي ينفع تقدم وممكن تكسب وتروح بعد كده بقى تطلع باسبور بس أتمنى أنك ما تعملش بقى أي غلطة ما تكونش أنت استهجيت اسمك في الابليكيشن اللي كسبت بطريقة وتروح تطلع باسبور بسبيلنج تاني أو بطريقة يعني استهجاء مختلفة ساعتها يبقى أنت اللي بتبوز فرصتك ونصيبك بأيديك السؤال اللي بعد كده بيقول هل ينفع أستعمل نفس الصور بتاعتي وأنا بقدم لمراتي وصورة مراتي هي هي في الابليكيشن بتاعتي عادي جدا يا جماعة مفيش أي مشكلة لو أنت متزوج هتقدم أبليكيشن باسم زوجتك وتضيف نفسك على الابليكيشن دي وهتستعمل الصورتين المزبوطين وبعد كده تقدم أبليكيشن باسمك أنت وتضيف زوجتك عليها وتستعمل نفس الصورتين والسيستم سوفيستيكيرد البرنامج اللي بيفرز السحب متطور بما فيه الكفاية أنه هو يعرف أن الاستمرارتين دول دريفاتيف من بعض لأنهما تبع نفس الأسرة السؤال اللي بعد كده بيقول هل التقديم على اللوتري له تأثير سلبي على أي فيزة تانية أنا بخطط لها أو مقدم عليها يعني فيه ناس كتير بيبقى عايز يقدم سياحة عايز يقدم دراسة وبييجي معادة تقديم على اللوتري وبيقى الآن شوية هل السفارة بتعرف أن أنا قدمت على الهجرة العشوائية والإجابة هي ما فيش تأثير سلبي على أي فيزة أنت عايز تقدم عليها ما فيش شخص مقدم على فيزة سياحة أو دراسة أو أي نوع من أنواع الفيزة في السفارة أو الكنسولية وتسأل هل أنت قدمت في الهجرة العشوائية ولا لا ما بتحصلش لأن الاثنين مختلفين عن بعض تمام ما لهمش أي علاقة بعض ما فيش أي تأثير سلبي طب لو فرضنا بقى نسبة الواحد في المئة مليون أن حظك أنت التعييس خلى القنسول يسألك سؤال زي ده هل أنت قدمت في اللوتري الهجرة العشوائية اللي جابها هي أيوة ما تكذبش معروف معروف يا جماعة أن أمريكا دي وجهة الناس في كل حتة في العالم طبيعي جدا أنه لما يبقى فيه فرصة الناس كلها تقدم ما فيش مشكلة قوي يا جات يا جات يا ما جاتش يا بجاش ده مش معناه يعني أن كل اللي بيكسبه في اللوتري بيسافره لا خالد فيه ناس كتير بتكسب في اللوتري وما بيعملوش بالفيزا حاجة وما بيسافروش وبينتهي الموضوع عادي جدا مش جاهزين للسفر أو غير رأيهم أو عادي خالص ما فيش أي مشكلة فما تخليش الموضوع ده يجري بالك ما فيش تأثير سلبي على أي نوع من أنواع الفيز اللي أنت مقدم عليها السؤال اللي بعد كده بيجيب أشكال متنوعة منها مثلا أن أنا زوجتي حامل وحتولد في شهر أكتوبر وإحنا على باب التقديم أكتب البيبي ولا عملي لو أنت غيرت ساكنك لو أنت غيرت شغلك لو أنت اتخرجت وأخدت الشهادة مثلا أو كنت على مشارف أنك حتى تتخرج وتاخد الشهادة الرك والأصول أنك بتحط بياناتك يوم التقديم يعني إيه؟ يعني لو مراتك حامل وإنت بتقدم النهاردة مثلا 7 أكتوبر مراتك مولدتشي ما تكتبش أن أنت عندك الإبن المنتظر ده لأن يوم التقديم يوم حصولك على الـ confirmation number يوم 7 أكتوبر مثلا أنت البيبي ما كانش موجود طيب لو أنت قدمت يوم 8 أكتوبر والبيبي جيه يوم 7 يبقى حتكتب البيبي لأنه جيه already حتى لو هو يوم واحد وحتصوره وحيبقى له شهادة ميلاد طب ما حد يقول لي مثلا إيه؟ طب ما أكبر بقى ريس هروح أصوره بقى وكتبه في الـ application بتاعتم ما يعني يا فرقة أيوة فرقة لأن شهادة ميلاده حتطلع بتاريخ معين يوم تقديمك على الـ application طالع بتاريخ معين وحيبقى المقارنة واضحة أنت جالك العيل قبل يوم التقديم وما كتبتوش يبقى أنت كذاب الـ application بتاعتك بص وآلاف الـ applications بتبوز لأن الناس لأن الناس بنية طيبة ما بيكتبوش المعلومات زي ما هي في السجل المدني بالزبط وتأكد أن السفرات الأمريكية في كل حتة في العالم في خط مفتوح ما بينهم وبين السجل المدني يبقى الإجابة في سطر واحد هي انت وضعك ايه يوم التقديم هل انت حصلت على الشهادة قبل التقديم ولا بعد التقديم ولو بيوم ولو بساعة الوضع اللي انت فيه ساعة التقديم هو ده بالزبط اللي تحط بياناته في الاستمار السؤال اللي بعد كده بيقول هل معنى أننا لو تم اختياري في مايو سنة 2023 مع ظهور النتيجة وحطيت الـ confirmation number والبيانات بتاعتي وطلع لي email ويقول congratulations you have been selected هل ده معنى أننا كده كسبت الفيزا لا لازم تفهم أن طلوع الرقم بتاعك في السحب ده معناه أن انت ليك فرصة مش أكتر من كده انت كسبت فرصة أنك تحصل على الفيزا لو خلصت الإجراءات على مايو رام وعملت الـ interview والكشف الطبي والحاجات دي كلها ساعتها في نهاية بقى الـ interview بتحصل على الفيزا ونقولك بقى ألف مبروك ساعتها إنما ييجي مايو 2023 you have been selected نقولك ألف مبروك بس يعني ايه بالتوفيق في الخطوات اللي جاي السؤال اللي بعد كده بيقول هل ينفع أستعمل فوتوشاب علشان أزبط الصورة بتاعتي وأنا جوبت على السؤال ده في التعليقات بتاعة الفيديو اللي فات بص يا جماعة ينفع أستعمل فوتوشاب أو أي برنامج بيزبط الصور علشان أزبط مقاس وحجم الصورة فقط فقط لا غير يعني أزبط أن حجم الصورة مايزتش على 240 كيلو بايت بقى أني أضغط أضغط الصورة تمام ينفع أن أزبط مقاسها تبقى خمسة في خمسة خمسة سنتي في خمسة سنتي بس بس كده ماينفعش أعمل أي حاجة تانية بالفوتوشاب أو أي برنامج لتصبيت الصورة ماينفعش أغير الخلفية من لونها لللون الأبيض ماينفعش أزبط أي حاجة في وشي أو في شعري ماينفعش أغطي جرح قديم زي ما قول يبقى قولاً واحداً ينفع تستعمل فوتوشاب أو أي برنامج تاني فقط لتصبيت مقاس وحجم الصورة والسؤال الأخير معنا اللي هو علاقة بالتايم لاين في ناس عندها تردد في أن هي تقدم علشان في مسؤولية عليه زي مثلاً حد عنده جيش في الكلية مثلاً وبيحاول يفكر يشوف أنا مثلاً دولتي في سنة ثالثة مع عادة تقديم يبقى أنا مثلاً حكون بدأت سنة ربعة لما النتيجة تظهر حكون لسه وراي مثلاً مشروع التخرج وبعد كده عند الجيش ومش عارف إيه فالتايم لاين يعني بيبقى مش واضح شوية عند بعض الناس أنا طبعاً مش هعرف أجاوب على حالة خاصة ولكن أنا هعرفكم التايم لاين عشان تبقى فاهم الجدل بيمشي إزاي إحنا بنقدم في نص أكتوبر من كل سنة باب التقديم بيفتح في أول أسبوع في أكتوبر ولكن أنا بنصح كل الأصدقاء وهنكلم في فيديو آخر عن طريقة التقديم بالزبط هنبص على الشاشة ونشوف بتملة البيانات إزاي أنا بفضل إنك تقدم بعد أول أسبوع في نص أكتوبر في نص الثاني من أكتوبر ما فيش أي مشكلة وعش كده بقولك عندك وقت تطلع باسبورد ما فيش استعجال تمام فأنت هتقدم في نص أكتوبر من السنة دي مثلاً 2022 لو كانت منحظك ونصيبك هتدخل على الموقع وتحط البيانات بتاعتك وتطلع لك الشاشة اللي بتقول بعدها على طول بيجي لك إيميل يقول لك بالزبط الخطوات اللي بعد كده إيه اللي من ضمنها إنك تملى اللي من ضمنها إنك هتعمل الكشف الطبي إنه من ضمنها إنك هتدفع المصاريف إنه من ضمنها إنه هيكون أو مقابلة في المستقبل القريب لاتسين انت عملت الحاجات دي كلها وزبطت بتاعتك وعملت بتاعتك في مارس 2024 المقابلة اللي هي آخر خطوة بعد ما يكون عملت الكشف الطبي والدوكيمينز بتاعتك كله تمام بتعمل مقابلة في مارس 2024 عشان كده وإحنا بنقدم دلوقتي اسمها DV 2024 لأن السفر بيبقى 2024 بعد سنتين من التقديم مارس 2024 هتاخد البيزة على الباسبور اللي بتقول إنت كده تمام التمام معاك تقدر من خلاله تسافر تهاجر على أمريكا ومعاك قديها معلم ست شهور المعلومة دي لازم يكون واضحة لكل الناس القنصل بيعرفك يوم المقابلة لو إنت اكتستها وكله تمام لأن دي فترة صلاحية الكشف الطبي كشف الطبي بيضمن صحتك للست شهور الجايين ما يضمنوش بعد ست شهور دول انت ممكن يحصل لك إيه ممكن يبقى عندك أمراض تطلع جديدة في خلال الست شهور دول يبقى هول كشف الطبي اللي فترة صلاحيته ست شهور هم دول اللي القنصل بيقولك لازم تسافر في خلاله لازم تسافر في خلاله يبقى لات سيء مسلا انت هتاخد أربعة شهور تزبط حالك وتلم ورقك وتسلم على صحابك وتسافر في شهر سبعة الفين اربعة وعشرين ده الطايم لاين الطبيعي خالص قدمت في اكتوبر الفين اتنين وعشرين النتيجة طلعت في مايو الفين تلاتة وعشرين عملت المقابلة في مارس الفين اربعة وعشرين سافرت ووصلت على أمريكا في يوليو الفين اربعة وعشرين وساعاتها تيجي تسلم علي وتعزمني على كوباية شاي وهنا نكون وصلنا نهاية الحلقة ياريت ما تنسوش لو بيعجبكم المحتوى تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب واشوفكم في الحلقة الجاي سلام